مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بنقول في المثل الدارج أن الإنسان يعرف من كلامه فكلام الإنسان يدل على أفكاره وما ينطق به الإنسان يعبر عن شخصيته عشان كده تدل تعاليم المسيح على سمو شخص يسوع المسيح فالمسيح الذي عاش من ألفين سنة وعلم في اليهودية مزال إلى يومنا هذا ما نطق به يسوع يعتبر أسمى ما قد سمعته البشرية منذ أن وجدت فلا أحد علم كما علم المسيح ولا أحد سمى بالبشر بتعاليمه كما سمى المسيح بتعاليمه لقد اشتهر المسيح بأنه معلم عظيم كما أنها أيضا اشتهر بأنه يعلم بسلطان وليس كالكتبة والفرسين إلا أن البعض لا يحب تعاليم المسيح بل ويخاف من تعاليم المسيح فتعاليم المسيح تعتبر تهديد تهديد لشخص تهديد لكيان تهديد لديانات العالم لأن ما علمه يسوع وما نادى به يسوع يعتبر بكل المقيس عكس مبادئ العالم الذي نعيش فيه عشان كده ما نستغربش لما يطلع حد ويستهين بتعاليم المسيح ويهين المسيح وما نستغربش لما البعض يرفض تعاليم المسيح خوفا على وجود الديانة المنظمة التي يريد أنها تسود على أفكار البشر والتي لم تأتي بالبشر إلا إلى الخراب والدمار والقتل والذبح عش كده الحوار الذي دار والنقاش الدائر من فترة حوالين تعاليم المسيح وبالأخص على الموعزة في الموعزة على الجبل وما قاله أيضا الشيخ مبروك عطية وما أعلنه أيضا الكاتب الكبير إبراهيم عيسى كل هذه تعتبر أفكار سواء قبول أو رفض لتعاليم المسيح لكن هاردة أريد أن أتحدث تحت عنوان عظمة الموعزة على الجبل ويمكن ندر أن نقول إزاينها فعلا أسمى ما قد قيل وما قد نطق به شخص عاش على هذه الأرض فلا يوجد لتعاليم المسيح مثيل فلا نجد لتعاليم المسيح مثيل في البوزية ولا في الزردشتية ولا في الديانات القديمة ولا في الإسلام فما قاله يسوع وما ناد به يسوع يعتبر فريد يعتبر أمور فعلا عظيمة تسمو بالإنسان وتجعل الإنسان يعيش في مستوى أخلاقي ومستوى سلوكي مختلف عن باقي البشر لكن ماذا قال الدكتور مبروك عطية قبل ما نسمع لي الفيديو الأول عايز أقول كام نقطة مهمة مبروك عطية وموعزة الجبل هو إيه اللي خل مبروك عطية يغضب؟ للدرجة أنه في غضبه يخرج منه لفظ استهان بالمسيح يهين المسيح السر في غضب مبروك عطية هو الخوف من موعزة الجبل هو أن موعزة الجبل تقدم تعليم مضادة نقيد نقيد ما يوجد في الإسلام وما يوجد في القرآن أنه تعليم المسيح تحور الإنسان للأفضل تعليم المسيح تسمى بالإنسان تعليم المسيح تجعل المحبة تسود تعليم المسيح تجعل السلام يسود ومبروك عطية لا يريد أن فكر المسيح وأن موعزة الجبل هي التي تسود على أفكار البشر هو يريد أن القرآن هو الذي يسود على فكر البشر وهو الذي يسيطر على تصرفات الإنسان عشان كده غضب غضب ليل لأن ببساطة أنه تعليم المسيح نقيد ما يوجد فيه التعليم الإسلامية حاجة تانية عشان كده مبروك عطية أهان المسيح أهان المسيح أوقات كتيرة الإنسان لما بيسن قوانين بيسن قوانين علشان مصلحته الشخصية لكن القانون اللي بيسنه عشان حمايته الشخصية وحماية أفكار وحماية معتقداته ممكن يكون هو نفس القانون الذي يحكم عليه يوما من الأيام عش كده كنا بنقول في مصر قوانين ازدراء الإسلام دي أو قوانين ازدراء الأديان دي قوانين مخصصة خصيصا لحماية الدين الإسلامي لحماية الدين الإسلامي نحن من قلوبنا نخفر لمبروك عطية لكن إذا كانت الدولة دولة قانون فيبد أن القانون ينفذ على الكل دون تمييز مبروك عطية قدم لنا خدمة حلوة بصراحة يشكر عليها مبروك عطية جعل موعزة الجبل تريند جعلها هي موضوع البحث على جوجل لفترة طويلة جعل موضوع البحث على شبكات التواصل الاجتماعي عن موعزة الجبل يصل إلى قبم جعل موعزة الجبل تريند عرفنا إزاي الحقيقة دي أنا دخلت على جوجل تريند وكتبت موعزة الجبل وكتبت بالأخص مصر يعني حضراتكم لو معايا دي أواحدة هوري لحضراتكم كلمة مصر هي موضوع بحثي إيجبت حطيت إيجبت وحطيت البحث يكون فيه آخر 30 يوم مش عايز يكون قبل ولا بعد تأخذ 30 يوم كويس لقيت إنه وكتبت موعزة الجبل كتبت موعزة الجبل لقيت إنه التريند شوفوا من يوم من يوم 24 24 سبعة من 24 سبعة والتريند بتاع موعزة الجبل طالع الناس بدأت تبحث وتدور هو أي يعني موعزة الجبل؟ أيه السر فيها؟ وبدأ الناس تتعرف أكتر على تعليم المسيح وأنا بشكر الدكتور مبروك عطية على هذا العمل الذي لم يكن مقصوداً إنه أقدم لنا خدمة إنه الناس فعلاً بدأت تبحث وتفتش وتقرأ عن موعزة الجبل خلينا نسمع ماذا قال مبروك عطية نرجع نعلق عليه والله أنا أتحدى إبراهيم عيسى لو أن ربع اللي قالوا في القرآن الكريم لا إله إلا الله كل كلمة في موعزة الجبل لسيدنا عيسى بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ كلهم سادة كل كلمة في موعزة الجبل هو بيكمل في الفيديو بيقول كل كلمة في موعزة الجبل موجودة في الإسلام وده تحدي كبير ده اسمه تحايل ده اسمه خداع وكذب على الناس لأن الناس عارفة إنه ما تقدمه موعزة الجبل يتناقض يتناقض مع الأفكار الإسلامية من أول التطويبات وكلام المسيح أيضا عن الانتقام وعن محبة الأعداء وعن الزواج والطلاء وعن القتل وعن الشهوة والشهوات وعن الزنا وعن الصلاة وعن الصوم كل هذه الأمور تتناقض 180 درجة مختلفة عن ما يقدمه الإسلام ويجي هنا يقولك كل ما هو موجود في موعزة الجبل موجود في القرآن حضرتك بتضحك على مين يمكن تضحك على أم محمد ولا أم علي اللي بيتصل بك لكن الكلام ده أي واحد عارف وآري يعرف جيدا إنه ما علمه يسوع يتناقض مع ما يعلمه القرآن يكفي أنك تقرأ تعليم المسيح يكفي أنك تتعرف على الشخص الذي أعلم بسلطان والذي والذي ما زالت تعليمه إلى يومنا هذا تعتبر هي أسمى ما قيلة على وجه الأرض في كل الأمور في كل الأمور عشو كده لماذا تعتبر معايزة الجبل تهديدا ليه مبروك أعطي أغطاز لأن معايزة الجبل تعتبر تهديد لأنه إذا علمنا معايزة الجبل في المدارس كما ينادي بيها إبراهيم عيسى وغيره لا تعرفت الناس على المسيح وتعليم المسيح ومبادئ المسيحية ولا تغيرت حياتها إلى الأفضل ولا تركت الناس الإسلام وتحررت من قيوده عشو كده تعتبر معايزة الجبل تهديدا تهديدا لفكر وتهديدا لعقيدة وهو عنده حق عنده حق أنه يتدايق لأن الأمر بالنسبة بالنسبة له يعتبر تهديد تهديد للدين الإسلامي عشان كده معايزة الجبل ليه تعتبر تهديد لأن معايزة الجبل بتدين وبشدة معايزة الجبل تدين وبشدة التدين الظاهري تدين الرياء وتكشف خطورته والإسلام مبني على التدين الظاهري الإسلام جوهر هو التدين الظاهري المسلمون يعيشون ازدواجية غير عادية في أفكارهم وسلوكيتهم وعقائدهم وعبادتهم والمسيحية ضد الرياء المسيحية ضد أي تدين سواء إسلامي أو غير إسلامي فيه نوع من الرياء تكشف الرياء وتعريه وتفضحه كويس عش كده تعتبر معايزة الجبل فعلا تهديدا لأن معايزة الجبل تعتبر تهديد لتدين ظاهري أجوف فارغ موجود عند الملايين من البشر على فكرة معايزة الجبل فعلا بتصدم الإنسان معايزة الجبل بتهز كيان الإنسان من جوه معايزة الجبل تكشف إلى أي مدى الإنسان عاجز وخاطئ وفاسد وشرير ومحتاج إلى نعمة الله لكي ما تغيره أليس هذا تهديدا بكل تأكيد يعتبر تهديدا أنا حطيت هنا في الجدول دوا بعض النقاط المهمة اللي هي تعتبر الفرق ما بين التدين الكاذب وتعليم المسيح دي فروق مهمة جدا لأي شخص عايز يعرف الفرق بين تعليم المسيح وما بين التدين والرياء الديني التدين الكاذب يحتم بمظهر بالمظهر على حساب الجوهر المهمة أنك تلبس الستات يلبسوا النقاب المهمة اللي يلبسوا الحجاب الجوهر غير كده يعني حتى لما حجبوا الناس حتى لما حجبوهم والناس متدينة بس تدين كاذب التحرش way way up أعلى نسب تحرش موجودة في أكتر بلد إسلامية يمكن أفغانستان رقم واحد وللأسف وبحزن شديد أو المصر رقم اثنين دي أكتر بلد إسلامية بلد فيها الأزهر وبلد التانية بلد بتنفذ الشريعة كما هي لي لأنه اهتم بالمظهر على حساب الجوهر أما تعليم المسيح فتهتم بالجوهر على حساب المظهر تعليم المسيح تقول إنه من نظر إلى أمرأة ليشتهيها في قلبي فقد زن بها تعليم المسيح تمنع الإنسان من إنه يرتكب فعل الزنة بأنه تغير قلبه من جوه فتتغير نظرته للأمور لتعليم المسيح التدين الكاذب يحتم بالطقس أكتر من الأخلاق والسلوكيات مهم أنك تصلي حتى ولو خمس مرات مهم أنك تصوم مهم أنك تحج تبو السلوكيات أعلى نسب فساد بالزبط يعني حتى في الأمور اللي بتعملها الدينية بتاعتك منها الحج في فساد في غش شوفوا بس مأساة السنوية العامة الإنبارح والنهاردة في مصر وشوفوا كمية الكذب والغش والفساد اللي موجود في تغيير درجات الأولاد اللي بيمن يعني بقالهم سنة بينتحروا في المذاكرة دي على فكرة بلد إسلامية لكن الأخلاق مش بمشكلة التحرش في الشارع السرقة كل أنواع السلوكيات الغلط تعليم المسيح تهتم بحياة القداسة وتركز على السلوك الصحيح الناتج من القلب التدين الكاذب يهتم بالحرف أكثر من روح الوصية لا تزني وعلشان يعني نسبة كده لابد أن يكون في شهود ولابد أن مش عارف إيه ولا يكون لازم الزنة وقع فعلا وكل الأمور دي ده الحرف لكن تعليم المسيح تقول قبل ما تفعل قبل ما بتفعل فعل الزنة أنت بتفعله في قلبك فإذا قدرت أنك تغير القلب دوان بروح الوصية أنت مش توقف الخطية التدين الكاذب يهتم بمجد ذات أهم حاجة نحن أمة إسلامية أكبر بلد فيها جوامع أكبر بلد فيها جوامع أكتر بلد فيها الأزهر فيه كل مكان طيب وبعدين استفدنا إيه إحنا استفدنا إيه شفيتوا الناس بنيتوا مستشفيات زي الجوامع اهتميتوا بتعليم الناس السلوكيات والأخلاق الصح المظهر اهتم بالذات زي اليهود اللي رب يسوع انتقدهم انه كل اللي همهم هو مظهرهم قدام الناس هو شكلهم قدام الناس فشكده رب يسوع وصفهم كأنهم كبور مبيضة دهنينها بيض من الخارج لكن من جوه مليانة عظام ونجاسة اما تعليم المسيح فتهتم بمجد الله والعيش في حضور الله دي تعليم المسيح ما تسليت ما تكونش كالمرأين لكن ادخل الى مخدعك وصلي لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية يعني انا ماقفش في الشارع وصلي يعني انا ما اجيبش السجادة بتاعتي وحطها في نص الطريق واقفل بيها المرور علشان اصلي يعني انا ما سيبش شغلي وانا موظف بيدفعولي مرتب وروح لي نص ساعة عشان اصلي ولا اوقف اللي جايين للشغل واقف الناس اللي عندها طلبات وجايين وعندها مسئوليات واقفهم طبور وخليهم ينتظروني ساعات عبالة ما اروح اصلي تعليم المسيح مختلفة عشان كده تعتبر فعلا تعليم المسيح نقيد في الجوهر وفي السلوك وفي التركيز وفي الموضوعات وفي الموضوعات تعتبر فعلا نقيد التعليم الاسلامية شوفوا العالم منقسم وما فيش بينهم نوع ثالث هما نوعين من البشر النوع الاولاني سماه الرب يسوع ابناء ابليس ابناء ابليس اي الذين يعيشون بفكر ابليس وينفزون خطط ابليس وهناك النوع التاني من البشر هم ابناء الله وما فيش نوع ثالث زي ما قلت في النص اما انك تكون ابن لله او انك تكون ابن لابليس ابناء ابليس يقول عنهم الرب يسوع في يحنى 8 انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لانه ليس فيه حق ما تتكلم بالكذب فانما يتكلم مما له لانه كذاب وابو كل كذاب ده دي المبادئ اللي بتتحكم في ابناء ابليس الذين يريدون ان يفعلوا شهوات ابليس من كذب وخداع وقتل وزيف ورياء اما النوع التاني اللي بتكلم عنه المسيح فهم ابناء الله الرب يسوع بيقول لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات لانه ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم اليس العشرون ايضا يفعلون ذلك وان سلمتم على اخواتكم فقط فاي فضل تصنعون اليس العشرون ايضا يفعلون هكذا ابناء الله مختلفين ابناء الله بيحبوا اعداءهم بيباركوا لعنيهم بيصلوا الاجل الذين يسئون اليهم دول ابناء الله ففي اي في اي معسكر انت واقف هل بتعتبر نفسك ابن الله بافكارك بسلوكياتك ام انت فعلا ابن الابليس وما نفعش تكون في النص طيب نفسي اقرأ بعض الاجزاء من موعزة الجبل انا كان نفسي اقرأها كلها ثلاث اصحات بصراحة لكن هقرأ فقرات معينة منها يمكن عزيز المشاهد اول مرة تسمع موعزة الجبل يمكن سمعت عنها لكن ما سمعت عن مضمونها يمكن تعرف منها بعض المقتطفات لكن ما تعرف هاش كلها فاسمحولي انه هقرأ بعض الاجزاء من موعزة الجبل واللي موجودة في اصحاح خمسة من انجيل متة هي في اصحاح خمسة واصحاح ستة واصحاح سبعة بعدين نتكلم عن مضمونها شوية كويس ف انا احطها قدام حضراتكم كويس ودلوقتي تبقى موجودة على الشاشة ف ده الخط الكبير الواحد اللي يقدر يعمله ده دي اصحاح واحد من متة انا عايز اصحاح خمسة هي اولا ليه سميت موعيزة الجبل سميت موعيزة الجبل لانه اول اية فيها بتقول ولما رأى الجموع كلم عن يسوع المسيح ولما رأى الجموع صعد الى الجبل فلما جلس تقدم اليه تلاميذ ففتح فاه وعلمهم قائلا عش كده التعليم دي سميت بالموعيزة على الجبل لانه يسوع القاها على تلاميذ وهو على الجبل كويس فالجبل اشارة الى المكان التي القيت فيه هذه تعليم اول جزء مهم جدا في الموعيزة هو بنسميه تطويبات اللي بيبدأ بطوبة وكلمة طوبة مكاريوس معناها يا لسعادة يا لبركة يا لغبطة الانسان واتشوفوا قد ايه انه اللي بيقول يسوع مختلف عن اللي بيقول العالم فماذا قال رب المجد يسوع قال في عدد ثلاثة طوبة للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبة للحزانة لانهم يتعزون طوبة للودعاء لانهم يرثون الارض طوبة للجياع والعطاش البر لانهم يشبعون طوبة للرحماء لانهم يرحمون طوبة لانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبة لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون طوبة للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات طوبة لكم اذا عيروكم وتردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين افراحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات فانهم هكذا تردوا الانبياء الذين قبلكم كل هذه المبادئ هي صفات للمؤمنين هي صفات للانسان الذي اختبر نعمة المسيح حطها كده قدام ما يسود في العالم من افكار وفي الديانات الاخرى من افكار طوبة للرحماء لانهم يرحمون طوبة لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون طوبة للودعاء العالم عمر ما بيقول طوبة للودعاء العالم بيقول طوبة للاقوياء طوبة للمفتريين طوبة للذين ينتقمون لانفسهم طوبة للذين ينتقمون لانفسهم انا عايز احط فيديو قدام حضراتكم الفيديو ده صدمة صدمة كبيرة جدا لانه يورينا النقيد بتاع تعليم المسيح وحياة المسيح نقيد الحياة التي عاشها يسوع المسيح والحياة التي عاشها رسول الاسلام ما بين يسوع الذي يقول طوبة للرحماء لانهم يرحمون كويس وما بين الذي انتقم لنفسه الكلام ده مش عندي كلام ده مش جديد انا مش باخترع الكلام ده هنسمعه من فم شيوخ ولو حقيقة لو حقيقة الكلام ده حقيقة ده احنا تبقى مصيبة كبيرة جدا وانا لا اشك انه حقيقة لانه جزء من السنة باخرين نسمع الاتنين هنسمع الفيديو الاولين والفيديو التانية هما نفس الفكرة بس مثالين مختلفين جابهم الشيخ ليدل منه منهم اه ليدل منهم على 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 قد ايه مفيش حاجة اسمها رحمة ولا غفران دعونا نسمع الفيديو الاولين ونسمع الفيديو التاني وانا هل على الفيديو هند فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل افداره فهو آمن اقبل احد الصحابة قال يا رسول الله ان ابن خطل ذاك الذي يسبك ويشتمك وتغني العرب باشعاره وقد قلت من دخل المسجد فهو آمن ان ابن خطل متعلق بأستار الكعبة يعني دخل المسجد وتعلق بأستار الكعبة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال اذهبوا فاقتلوه اذهبوا فاقتلوه ليس له ذمه وليس لاعوه له عهد وليس له كرامه نعم نعف هنا قصة كما بيرويها الشيخ انا معرفش ازاي هو بيرويها من غير ما يفكر فيها كويس انه كان في واحد بيسب الرسول وكان بيقول اشعار مزم ما فيه وكان في مكة فلما اتى الرسول ودخل مكة قال انه اي واحد يدخل الحرم و ويطلب الغفران لازم ان احنا ايه نسامح فقالوا له فلان الفلاني دخل ومتمسك بالمكان هناك فبعت وقال ايه قال لهم اقتلوه ليس له فدية او دمه هضر اهضروا دمه يعني ما غفر لهوش يعني ما سامحوش يعني ما تركش لهذا الرجل زنبو انت متخيلين التعليم دي هي التعليم دي هي اللي بتتحكم في الانسان انه طوبة الارحماء لانهم يرحمون مش موجودة هنا موجود هنا الانتقام وهو بيتفاخر بي انا مش بقوله من عندي على فكرة لو هتحكموني يحكموا هذا الشيخ اللي بيقول هذا الكلام لانه هذا الكلام هو اللي بيقوله حق وصدق كمّل بيئة الفيديو وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان كعب بن الاشرف كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهودي قصة تانية قصة تانية قصة الواحد يسمه كعب بن الاشرف كان يهودي وكان بيسب الرسول ماشي صلاة والسلام لأصحابه من لكعب بن الاشرف فإنه آد الله ورسوله الرسول بيبعت عايز حد يروح يقتل كعب بن الاشرف بيقولك لانه آذى الله ورسوله في الاسلام على فكرة من سبى الله يستتاب أما من سبى الرسول فيقتل يعني الرسول عنده مكان أعظم من الله مكانة الرسول أعظم من الله هو هو الله والله هو رسوله أقل منه كم أتحب أن أقتله يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام نعم فذهب إليه محمد بن مسلمة فلم يزل يتحيل حتى استطاع عليه فقتله وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله تعالى عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها وسبت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من يكفيني عدوي فخرج إليها خالد بن الوريد رضي الله عنه فقتلها رواه عبد الرزاق يعني كلها قتل حط التعليم دي اللي هو بينادي بيها حطها في كفة وحط التعليم المسيح وحياة المسيح في كفة على فكرة إحنا بنظلم المسيح لما بنعمل المقارنة دي لأنه لا ينبغي أن نقارن بين النور والزلمة ولا ينبغي أن نقارن بين الموت والحياة لكن إحنا بنعمل المقارنة دي علشان عشانك أنت عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة علشان أنت تستخدم فكرك وتعرف إن كانت هذه التعليم هي من الله أو من البشر أين التسامح؟ أين ترك الآخرين ذلاتهم ونقصاتهم؟ أهذه هي الأمثال التي تعلمون إياها؟ هذه هي القصص الروايات التي نتعلم منها محبة الآخرين ومسامحة الآخرين اقرى ديا وإقرأ مثل السامري الصالح اللي طرح الرب يسوع اقرى دي وإقرأ حياة المسيح يا أبتها اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون اقرأ القصص دي وقرنها بتعليم المسيح توبل الرحماء لأنهم يرحمون توبى للوضعاء لأنهم يرسونا الأرض توبى وتوبى 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 بل توبى لكم إذا عيروكم وتردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة ما قالوا همش روحوا قتلوهم قارن دا بدا ليعطيكم الرب استنارة وفهم عشان تقدر تميز ما بين الحياة والموت شوف جزء آخر من تعليم المسيح أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويوداس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوع على جبل ولا يقضون سراجا ويدعونه تحت المكيال بل على المنارة فليضئ لجميع الذين في البيت فليضئ نوركم هكذا قدام الناس أي نور إحنا خدناه من القصص اللي قالها الشيخ العريفي أي نور أي استفادة إحنا استفادنا بيها أي خير هيعم على البشر من هذه الروايات Nothing هيعم على البشر الأتل بإسم الله وبإسم الدين هيعم على البشر الخراب هيعم على البشر الأزية لكن ما فيش حاجة تانية هتعم على البشر فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في سماوات أي عمل حسن إنك تبعد تقتل حد سبك أي عمل حسن إنك تبعد تقتل امرأة مختلفة معاك ده فيه قصة أخرى ما أردتش جبها عن راجل أعمى بتجوز وعنده ولدين لكن هذا الأعمى مراته مش مؤمنة برسول الإسلام ومش معجبة به وبتقول فيه كلام ما زم هذا الأعمى اللي بيحب مراته اللي أمه وولاده دور على سكينة وقتلها ورسول الإسلام اعتبر إن دو شيء كويس ده بوتروس رفع سيفه مسيح قال له حد ضع سيفك في غمدك لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يأخذون العنف بيجيب عنف والدم بيجيب دم والأتل بيجيب أتل أين توبى للرحماء لأنهم يرحمون قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل الوصية رقم ستة من شريعة موسى ومن قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم فإن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعالى وقدم قربانك قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى إمرأة ليشتهيها فقد زن بها في قلبه فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقيها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضاءك ولا يقلل جسدك كله في جهنم وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقيها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضاءك ولا أن يلقى جسدك كله في جهنم أولئي تاني أكمل أوريك أدئي عظمة المسيح سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن أراد أن يخصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ومن سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين من سألك فاعطيه ومن أراد أن يقترد منك فلا ترده سمعتم أنه قيل تحب عدوك تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعدائكم باركوا لعينيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم ويتردونكم لو أنا حبيت اللي بيحبني فأي فضل ليا ما هو بيحبني وده أنا بحبه ولو سلمت على اللي بيسلم علي فأي فضل ما احنا الاثنين كويسين لكن لما نحب أعدائنا ونسلم على مبغضينا هنا بيكون فضل لنا هنا بنذهب للميلة التاني موعيزة على الجبل ماذا تعلمنا الموعيزة على الجبل شوف خليني أرجع إلى الباربوينت معليش تاني عشان تطلع قدام حضرتكم موعيزة الجبل تعلمها ومضمونها آم أدي هنا وأدي هنا يس مضمون موعيزة الجبل كلمني عن إيه موعيزة الجبل موعيزة الجبل أول جزء فيها بنسميه التطويبات اللي احنا قرناها مع بعض التطويبات توبة للمساكين بالروح توبة للحزانة توبة للرحماء عندنا تمن تطويبات موجودة في الموعيزة على الجبل وهذه التطويبات تعتبر صفات للمؤمنين صفات للمؤمنين هي ليست أعمال ننال بيها الملكوت لكنها صفات تعبر عن الحياة الجديدة اللي خدناها في المسيح يسوع فكل مؤمن مسيحي تقابل مع المسيح وعرف شخص يسوع المسيح هذه هي بتكون صفاته حاجة تانية بقدم لنا صورة تقدم لنا صورة أيضا عن ردة فعل العالم تجاه هؤلاء المؤمنين رب يسوع لكل المجد قال إنه إذا كانت الصفات دي الرحمة والوداعة والجيع والعطاش إلى البر وصانع السلام إذا كانت هذه هي صفاتك فالعالم مش هيرحمك لأنه مبادئ العالم مختلفة هتضطحط كل من يريدوا أن يعيشوا بالبر والتقوى يضطحطون لأنه نحن عايشين في عالم ساقط فطوبى لكم إذا تردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين إفرحوا وتهللوا ليه نفرح ونتهلل لأن أجركم في السماوات ما وصلناش المسيح نحمل سيف ولا ندافع على أنفسنا ما وصلناش بكده القسم الثاني هو علاقة المسيح بالعالم أنتم ملح الأرض عشان كده هذا الملح ينبغي أن لا يفسد لما نحب نحفظ حاجة لفترة طويلة لابد أن نحن نحطها في ملح الملح هو اللي بيحفظ الشيء من الفساد بسبب الملح وعوامل أخرى ناكل بسترمة بناكل أنا ما باكلهاش يعني الحمد لله بس في سيخ الحاجات اللي تحفظ الأكل من الفساد المؤمنين الحقيقيين بالمسيح بيحفظوا العالم من الفساد لأنه الجميع زاغوا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد مش كده المؤمنين مهمين المؤمنين مهمين القسم الثالث بيكون بيكلم عن المؤمن والنموس سمعتم أنا هقيل لا تقتل إحنا مزالت الوصية لا تقتل قائمة لكن المسيح الده بعد آخر المسيح عشان يحميني من القتل بيتعامل مع قلبي اللي ممكن يفكر في العمل قبل ما يتم العمل المسيح عشان يحميني من الزنا بيفكر بيهتم بقلبي اللي ممكن يشتهي قبل ما يتم فعل الزنا قسم الرابع علاقة المؤمن مع الله الآب علاقتك من خلال الصدقة الصدقة اللي انت بتعملها دي لما رب يسوع قال لا ما تصنعوا صدقتهم فلا تصنعوا قدام الناس بل بالأخص ما تعرفش إن كانت تعرفش شمالك ما تفعل بيمينك ما تشهرش بالناس طبع أي علاقة علاقة مع الله من خلال الصلاة خلي صلاتك شخصية طب والصوم ده علاقة بينك وبين ربنا كل هذه الأمور قسم الأخير إنه كيف نسلك في هذا العالم بمخافة الله إزاي نعيش بمخافة الله خلينا نحط قدام حضراتكم التلات أصححات وأنا بسميهم باسم كل أصحح بحط لي عنوان الأصحح خمسة بيكلمني عن البر الحقيقي هناك بر مزيف لكن هناك بر حقيقي أصحح ستة بيكلمني عن العبادة الحقيقية كيف أعبد الله حقيقة بالروح بالروح بالحق الأصحح السابع بيكلمني عن الأحكام الحقيقية كيف أعيش بهذه الأحكام وكيف أعيش في مخافة الرب طيب خلينا بعض الملاحظات العامة على الموعزة على الجبل ودي ملاحظات مهمة جدا وبتساعدنا على فهم الموعزة على الجبل وفهم مضمونها أول ملاحظة المسيح هنا يتحدى السامعين أن يعيشوا حياة مختلفة تماما عما هو موجود في العالم معيزة على الجبل على طول اللي بتعملوا فينا إنها بتقول لنا الحياة التي يجب أن نعيشها لابد أن تكون مختلفة عن حياة العالم العالم الذي وضع في الشرير العالم الذي تتحكم فيه مبادئ الشيطان العالم الذي يتحكم فيه أمور العالم وخطايا العالم المؤمن لابد أن يعيش حياة مختلفة ده أول تحدي بنقرأه عشو كده أول لما لما يكون واحد أول مرة يقرأ معيزة على الجبل بيبقى منبهر ليه لأنه بيشوف 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 أبيض وسود بيشوف تعليم المسيح والتعليم الأخرى بيشوفها بوضوح مواعيزة الجبل تتحدانا كمؤمنين أن نعيش مختلفين عن العالم مواعيزة الجبل لا تقول عيش هكذا وسوف تكون مسيحي يعني البعض بيفكر أنه أنا لو عيشت بالمبادئ دي هكون مسيح لا 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 ده معيزة الجبل بتقول لأنك مسيحي لأنك اختبرت نعمة الله المغيرة لأن المسيح افتقدك لأن المسيح غير قلبك ينبغي أن تعيش هكذا بدون كده هيبقى معيزة الجبل بالنسبة لنا إعجاز محدش هيعيش إن لم يتغير القلب بعمل الروح الله وبالإيمان بالمسيح لن يستطيع أحد أن يعيش معيزة الجبل لكن كل الذين اختبروا نعمة الله وتغيروا بعمل المسيح وسكن فيهم الروح الكدس هكذا ينبغي أن يعيش بحسب تعاليم المسيح في الموعزة على الكبر الموعزة تقدم لنا صورة واضحة لكيف نعيش أتباع للمسيح أنا كتاب على المسيح وأنت كتاب على المسيح كيف ينبغي لنا أن نعيش كيف ينبغي لنا أن نسلك الموعزة على الجبل ما بنجدش فيها لتحذير ورواعيد نهائي فما فيش فيها تحذير وإن لم تفعل هذا فنار وبئس المصير ما فيهاش هذا الكلام خالص لكن هي تشجيع المسيح بيشجعنا كمؤمنين كأتباع بأن نعيش بحسب مبادئ الملكوت الملكوت الذي فيه يسوع المسيح ملك يملك على قلوبنا وعلى أفكارنا المعزة الجبل لا يضاهيها أي شيء في التاريخ البشري كل التاريخ البشري كويس لا يوجد شيء قريب منها حتى تؤكد المعزة على الجبل أن قائل هذه الكلمات هو أعظم من كونه إنسان تعليم لا يوجد لها مثيل في أي ديانات أو أي فلسفات أخرى فهي ليست من إنتاج إنسان أو وقت أو زمان إنها فكر إلهي ولا يمكن أن يحد بمكان وزمان المعزة على الجبل هي فكرة الله هي مشيئة الله تجاه المؤمنين هي حياة وسلوك أبناء الله الذين افتداهم يسوع المسيح بموته على الصليب المعزة المعزة على الجبل المعزة على الجبل تصدمنا الإراحة كده تصدمه ويمكن لو خدت التعبير إنه تطرحنا أرضا ليه لأنها تشعرنا بأنه لا يوجد لنا رجاء في إصلاح أنفسنا مش ممكن أول ما تقراها على طول يجي لك لانتباع أنا مقدارش عايش بيها لو أنت بعيد عن المسيح أنا مقدارش كلام ده بالنسبة لي كلام عكسي لكل ما موجود من حولي فهي تؤكد وتكشف وتعري الإنسان وتكشف ضعفه وعجزه وخطيته وإثمه وشره وأفكار قلبه شريرة وتقودنا إلى الصليب الذي به ومن خلاله نولد من جديد خليقة جديدة خليقة جديدة قادرة أن نعيش بحسب فكر المسيح ما ينفعش ناخد آية من الموعزة على الجبل لوحدها لابد أن نأخذ كل آية في ضوء الموعزة كلها وتعليم المسيح كلها الموعزة على الجبل تظهر طريق البركة للمؤمنين المحبين للمسيح طوبة يا لسعادة يا لغبطة هناك فرح وسعادة وغبطة وبركة لكل من يعيش بهذه التعليم السعادة الحقيقية لا توجد في هذا العالم توجد فقط في الله توجد فقط في علاقتنا مع ربنا دي السعادة الحقيقية معزة على الجبل تقول أن المسكين وليس المتجبر وأنه الوديع وليس المتكبر وأنه صانع السلام وليس المخاصم والمنتقم هم المطوبون والسعداء هم المطوبون والسعداء عشو كده خليني أختم بالخمس دقايق اللي جاية دي هاخد فيها جزء أخير من الموعزة على الجبل وأراها لحضراتكم وريكوا أدقي كلام الرب المجد يسوع المسيح في أصحاح سبعة من الموعزة على الجبل أصحاح سبعة وعدد سبعة اسألوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا وإن سأله سمكة يعطيه حيا فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو النموس والأنبياء ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونهم احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتون بثياب الحملان ولكنهم من داخل زئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسكتين هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الرضية فتصنع أثمارا رضية لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا رضية ولا شجرة رضية أن تصنع أثمارا جيدة كل شجرة تصنع ثمرا جيدا كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار فإذن من ثمارهم تعرفونهم كمان آخر حاجة قالها الرب يسوع بالموعز على الجبل وده الجزء مهم جدا أن أختم به أنه ما هو رد فعلنا تجاه الموعز على الجبل ممكن أسمع ومشي وما يفير ش معاه كلامه لكن يا لغبطة الإنسان الذي يسمع ويطيع يا لغبطة الإنسان الذي ينفذ وصايا الله هنا الرب يسوع قال حاجة جميلة جدا فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما كل من يسمع أقوال المسيح ويعمل بها يبقى عامل زي رجل عائل بنى بيته على الصخر فلما جات المياه والأمطار والرياح بيته مازال سابت لم يسقط وده بيقول لنا الرب ليس فقط أن نسمع ما يقوله المسيح لكن الأهم أن نسمع ونعمل بما قاله لنا المسيح بشجعك عزيز المشاهد أن أنت فعلا تفتح الكتير المؤدس لو عندك الكتير المؤدس موجود وموجود كآب وموجود على الانترنت افتح انجيل متى وأصحاح خمسة وستة وسبعة ويقرأ واتعرف على تعليم المسيح اتعرف على تعليم المسيح لأن تعليم المسيح بتؤكد لنا من هو يسوع المسيح وما هي عظم شخصه الرب يبارككم ويبارك حياتكم وأجعلكم دائما في مشيئة الرب نلتقي في حلقة جديدة إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح